الملف التجاري أهلا بكم دمن أسس وقواعد تنموية يتبلور العمل الأساسي الهيئات المحلية في تقديم الخدمة الأفضل المواطنين والعمل على توفير الخدمة الأساسية فيما يتعلق بالمنية التحتية واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم قطاع المياه والكهرباء واعطاء ترخيص البناء في المناطق المخصصة وتلبية الحاجات الطارئة التي قد تظهر بين الحين والآخر الهيئات المحلية الفلسطينية والتي بحكم القانون الفلسطيني منتخبة تواجه العديد من الإشكاليات في تطبيق ما سبق مما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي على المواطنين في حلقة اليوم ومع ذوي الإختصاص وبحضور جميع الأطراف سنتطلع وإياكم على تفاصيل هذا الملف بداية دعونا نرى هذه الإحصائيات الخاصة بالمجالس المحلية في الأراضي الفلسطينية ومن ثم نبدأ حلقتنا تابعوا معنا تابعوا معنا تابعوا معنا تابعوا معنا تابعوا معنا تابعوا معنا الوزير مجدي الصالح معليك حطنا بصورة العلاقة التي تربط وزارة الحكم المحلي بالمجالس البلدية حول الوطن طريقة هذه العلاقة لتنظيمها إداريا هل هي علاقة محوسبة هل تابعة لأطر قانونية معينة بكل تأكيد هي بداية العلاقة التي تربطها هي خدمة المواطنة والتقديم الخدمة الأساسية للمواطن الفلسطيني ما يربط ما يربطنا في البلديات هو علاقة تنظيمها إطار قانوني هناك قانون ينظم هذه العلاقة فقط نحن نوجه نراقب نشرف على عمل الهيئة المحلية الهيئة المحلية هي عبارة على حكومات مركزية لها كامل لها العديد من الصلاحيات التي تمارسها ضمن إطار المجلس البلدي دورة انتخابية كل أربع سنوات وبالتالي هناك تجديد للدماء في الهيئات المحلية الحكومة تقوم بدعا الهيئات المحلية وخصوصا المجالس القروية أحيانا بموازنات وأحيانا بمشاريع متعددة لا تستطيع الهيئة المحلية تأمينها لصالح المواطن نعم أخي عبدو يضعنا بسورة أبرز القوانين النظمة المعمول بها في الأراضي الفلسطينية لتنظيم عمل البلديات والتي تؤثر سلبا على تنمية الاقتصاد الفلسطيني يعني بداية إحنا تحياتنا للجميع وبنتأمل السلام لأبناء شعبنا للإنسانية جمعاء إن شاء الله إن شاء الله إحنا بما يتعلق زي ما تفضل معالي الوزير يعني دور البلديات والقانون النظمة بس إحنا اليوم الأهم إحنا بحاجة لقانون حديث ينظم العلاقة نعم وينظم المجالس البلدية وصلاحياتها وإن اليوم إحنا زي ما لاحظنا بالفترة الأخيرة في المجالس المحلية والمجالس القروية والبلدية يعني من أخطر الأمور اللي هي كانت طبعا هو الأحيانا المحاصصة اللي بتتم بمجالس إدارة البلديات والمجالس إنه ست شهور سنة للرئيس وسنة للبعده هلا اليوم يا دوب لما يأخذ الأربع سنوات يقدر يحقق البرنامج الليله فإحنا وجهت تضارنا اليوم من الأشياء المهم جدا إنه يعني هاي توصية من عنا كمان إنه الرئيس البلدية أو المجلس البلدي أو له يكون منتخب لوحده ويتم انتخاب المجلس حتى يكون بصلاحياته وتنظيم الوضع بما يتوافق وإحنا نحكي من تجربة موجودة حتى يكون هناك في إنجاز أسرع بالإضافة اليوم عنا مشاكل كتير إلى علاقة بقوانين الغرامات بالتعدي على الأملاك العامة اللي إلو علاقة في موضوع البسطات وغير ذلك والتعدي على الملك العام أغلب العقوبات الموجودة هي غير رادعة يعني من وجهة نظرنا اليوم فلسفة القطاع الخاص وأنا بمثل اتحاد الغرف التجاري وجهة نظرنا يجب أن يكون هناك باب للاستثمار للبلديات حتى يحسن الدخل للبلديات لأنه زي ما أتضل كمان معالي الوزير الاعتمادي اليوم على كتير من الدعم ومن المشاريع يعني يبدو ملف القوانين الماظمة لعمل المجالسة البلدية طويل جدا سنعود له خلال الحلقة لكن أود أن أسمع من الأخت يسير وهو نائب رئيس الاتحاد البلديات ورئيس بلدية الخليل أبرز الأثار لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على المجالس البلدية بشكل عام وبالأخص على الخليل وأهل الخليل أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عندما نمارس حقنا الطبيعي في تقديم الخدمة للمواطنين وخاصة في مناطق سي أو المناطق المحاذية للإستطان أو داخل المناطق المغلقة كما هو في الخليل يمكن الموضع في الخليل مختلف عن كثير من المناطق لأنه فيها مناطق قلب الخليل المغلقة لا تستطيع أن تعمل أي شيء إلا بالتنسيق معه والتنسيق هذا قد يأخذ أسبوع أو أيام وهذا مكلف بشكل كبير جدا ومعيق للعمل يعني عندما تكون مصورة مجاري مكسورة في منطقة مغلقة تحتاج إلى أيام حتى تعالج هذا ولا أدل من ذلك عندما اشتعلت النيران في أحد البيوت داخل المنطقة المغلقة وهبت إطفائية بلدية الخليل للوصول إلى هذا البيت كان فيه ثلاث أطفال أكبرهم أربع سنين يستنجدوا من الشبابيك أعيقت إطفائية بلدية الخليل من الوصول أكثر من ثلاث ساعة وتم إحراكة ثلاث أطفال على مرأة ومسمع من كل أهل الأرض دون أن يستطيع أحد أن يقدم لهم شيء هذا بس باختصار شديد لما نعاني من الاحتلال بإعاقتنا بتقديم الخدمات إذا كان يعيق الإطفائية فما بالك أنه يعيق الخدمة الكهرباء يعيق الشوارع يعيق الصرف الصحي يعيق البنية التحتية بالكامل مضاف إلها أنه عندما أغلق قلب الخليل هذا احتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لنجد بدائل مثل الحسبة مثل محطة الباصات المركزية المحلات المغلقة ألفين محل تجاري مئة وعشرين إغلاق بين حاجز عسكري أو إغلاق بالحديد أو إغلاق بالإسمنة كيف تتعامل وزارة الحكم المحلي في ظل كل هذه التجاوزات الإسرائيلية ضد المجالس البلدية والتي تقدم خدمات المواطنين سنعود لنقاش كل هذه المواضيع كلا على حدة لكن بعد أن نستمع من الشارع الفلسطيني لهذه المداخلات حضرتكم تابعوا معنا ضيوف الكرام تجارياً كله رجع لورا تجارياً كله تحت السفر تجارياً يعني الناس صارت تحكم حالها إشكاليات الناس بين بعضها صارت كبيرة مشاكل الناس بين بعضها صارت كتير كبيرة لا تحتمل العالم تعباني العالم بتعيش حالة ألم مخيفة ووضع المادة عند الناس مش عادي تحت السفر فيه آلام الآلام هاي ممكن تولد أمور يعني الحكومة المفروض يتعالج هاي الأمور من شان الشعب يكون إيش مستقر لأن الشعب تحت احتلال والإمكانيات مش متوفرة إلنا أكتر من ثاني بنعاني في المحلات أول إشي بيع فشي أثنين فش حدا بيجي يسأل عنا شو بتعمله إحنا كموظفين يعني أحياناً نلست حين نطلب راتبنا من صاحب المحل ليش؟ لأنه فيش بيع فيش ناس بتيجي أخذوا الرسوم كاملة نزلنا البلدية نقولهم إذا فيه خصم أو إشي وقول لك كذا اللي عليك حتى في هذه المرة السنة 2020 بقولوا فيه أنكو ما بنأضافي عندها والنار لا يوجد وحسبونا إياه برضو حكو لعين ما نيجي نشوف ونفقد الوضع تقريباً بتحكي أنت نسبة كبيرة تضررنا في التسكير لأنه كانت التسكير من شهر ثلاثة يعني بدك تقول لحد شهر سبعة إغلاق كامل كان ولحقها كمان تابعات إنه الإغلاقات التانية هم عنين مطالبونا في النفايات وطبعاً طلعونا أشي جديد ليش مضربة المعارف طبعاً أنت التسكير اللي عده كل البلد سكرت وكنا طبعاً ملتزمين بالتسكير فعديم بطالبونا وكله كان مسكر يعني أنا مش عارف ليش عديم بطالبو والله الأصير إنها البلدية تنظر في هذا الموضوع يعني النفايات والهداء إنها تخفف عن الناس ومع فكرة زادوها السنة هاي يعني إحنا رحنا ندفع كانت أظن ستمية وشوي المعارف أظن والمعارف والأملاك المعارف المعارف فهم زادوها هنا إحنا نتعرضينا ضرر كبير الاستيراد ارتفع علينا الشحن ارتفع علينا كل شي ارتفع علينا دولنا إحنا سكتين بس لأين تنظرنا سكتين أنا ما فيش أندسوك نامت أجيل أبعش بالعرض أجيل عدنا لكم مشاهدين الأعزاء اللي نتابع هذه الحلقة معكم حول أداء مجالس البلدية حول الوطن طبعا بحضور العديد من أضيف الكرام عودة لك معالي الوزير قبل التعقيب على ما شاهدنا وما استمعنا للعديد من المواطنين حول الضرائب التي تفرضها وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية على التجار وعلى المواطنين في الأول الأخير شاهدنا فرض العديد من الضرائب منها الجديد ومنها ما زادت نسبته أسباب زيادة هذه الضرائب وهل كان هناك مرعاة لأوضاع وظروف الناس العامة خصوصا ما مر به الشعب الفلسطيني والعالم أجمع في 2020 هذه الحكومة من تأسيسها لم تقبل زيادة أي نوع من أنواع الضرائب بالمطلق لا يوجد أي زيادة ما يتحدث عنه هو في النفايات النفايات هو نظام يقر المجلس البلدي وتصادق عليه وزارة الحكم المحلي وبالتالي الوزارة لا تفرض ضرائب على المواطنين ضريبة الأملاك وضريبة المعارف هي معروفة لم تزدد نهائيا على العكس هناك إعفاءات في بداية العام والجميع يعلم الأعفاءات تقريبا قديش كانت 30 و20 و10% بالوضع الطبيعي كانت هذه الأعفاءات موجودة ما قبل كورونا في 2019 و18 عشان يشجعوا الناس أن يدفعوا بقولوا لهم تعالوا ادفعوا مع فيه من 20 و30 و10% يعني بعد كل اللي صار أكتر من 4 أو 5 شهور إغلاق كامل ومطالبين التجار والمواطنين يدفعوا الضراء بهاي بشكل كامل طبعا ضريبة المعارف وضريبة الأملاك تدفع وتسجل ديلا إذا لم يتم الدفع هذه الضريبة تحتاج إلى قانون لإعادة تخفيضة إذا كان هناك حاجة للتخفيض نحن فقط حوالي 9 شهور هذه الأزمة هل يعني نعدل القوانين من أجل فقط 9 شهور لا أعتقد أنه هذا واحد لكل قانون هناك في روح قانون يجب النظر في مثل هذه الحالات لروح القانون وإعادة النظر في مثل هذه المستحقات لا نسمح به من خصومات على حضرتك ذكرت أن البلديات التي تقوم بفرد مثل هذه الضرائب الخاصة بجمع النفايات والخاصة بدريبة المعارف أنتم كوزائرة أليس لديكم سلطة على البلديات لإعفاء المواطنين أو لإعفاء أصحاب المنشآت الاقتصادية الكبيرة لترتب عليهم مبالغ عالية أنه على القليلة ألية تخفيض مثل هذه الضرائب لا طبعا هذا القرار للمجلس البلدي هو صاحب القرار الأول والنهائي ما يطلبه إما المصادقة أو عدم المصادقة من قبل الوزارة حضرتك في أول سؤال في البرنامج سألتك ما هي طبيعة العلاقة الناظمة بين وزارة الحكم المحلي والبلدي هذا نظم القانون هناك صلاحيات للمجلس البلدي وهناك صلاحيات للمجلس القروي وهناك خدمات مطلوبة من المجلس البلدي يجب أن يقدمها للمعطنيين ما عليك من البحط القانون من يضع القانون للحكومة نعم والحكومة ألم ترى وضع الشعب يعني خلال 11 شهر نحن كنا نأمل أن تنتهي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن يا سيدي يمكن مش مطالبين أنه بقانون جديد ينظم عمل المجالس البلدية يمكن لضيق الوقت لعدم مقدرة المجلس التشريع للاجتماع وتشريع قوانين جديدة في عنا أسباب كثيرة نحكي ليش ما فيش قوانين جديدة بس بالقليل يتم تجميد مثل هذه القوانين التي تفرض على المواطنين في مثل هكذا ظروف مبالغ عالية أختي يعني الرسوم تفرض بقانون لا رسوم بدون قانون هذا القانون ممكن يتم تجميد هي فقط رسوم ضريبة الأملاك والمعارف وما تعدى ذلك يمكن النظر فيها الحكومة قررت هناك قررت ذلك خلينا أنا وياك الأساس المحترمين ولكن عندما نصل إلى الهيئة المحلية عند البلديات البلديات لها القانون القارب خلينا أنا وياك الأساس نسمع مدخلات من الحضور الكريم طبعا أهلا وسهلا فيكم جميعا طبعا معنا جملة من المواطنين منهم التجار ومنهم أصحاب مدارس خاصة ومنهم أصحاب صالات أفراح أهلا وسهلا بكم جميعا مين بحب يبدأ معنا تفضل أستاذ مساء الخير المهندس خالد فارس أمين سر الاتحاد المطورين العقاريين والناطق الإعلامي باسم الاتحاد بوجه لكم التحية أخي معالي الوزير للأسف أنت بتحكي أنه لا رسوم بدون قانون نعم نحن مع أخواننا في بلدية رمالله ندفع قاعدين رسوم من سنوات وتوجهنا لكم وللأسف ما حدا غادر يرفع هاي سكين عن رأبتنا نحن قاعدين ندفع في رمالله عن كل شقة 2500 دولار نعم بحكم أنه بلدية رمالله بتقولك أنا المتصرف أنا صاحب القرار وهذا الحكي إحنا مش غادرين نتعامل فيه وإلنا سنين بنعاني منه يعني إحنا لسه مش بس يعني بنقولكم خفضوا إحنا بنقولكم يا عمي تزيدوش علينا وهذا الحكي كله بعرفه وتوجهنا لك إحنا وتوجهنا للوزراء السابقين وما حدا غادر يفرض على بلدية رمالله شيء إحنا وياكم عارفين أنه غير قانوني هاي النقطة الأولى نعم والخطة الثانية اللي بحب أحكيها إنه إحنا المفروض أو المطلوب من الحكم المحلي هي فيجين أوسع ورؤية أوسع بتطوير الخدمات واضح الفكرة أستاذ شكرا جزيلا لك نسمع مدخلة أخرى إذا سمحتوا تفضل أنا اسم عبدالله ناتي أنا المدير التنفيذي لاتحاد الهيئات المحلية فيما يخص الرسوم والضرائب يعني إحنا كنا مواطنين في النهاية عايشين بالبلد تدام معالي الوزير ووصولا لأي مواطن بشير في الشارع الجميع تأثر والبلديات تأثرت بتقريركم بما لا يقل عن 25% انخفاض إراداتها وتقديراتنا يعني مع نهاية الشهر الماضي إنه إرادات البلديات انخفضت بما يزيد عن 50% في شهر واحد لهذا العام مقارنة بشهر واحد العام الماضي نعم وبالتالي والمواطن هو مفروض إنه يعود هذا لا 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 أنا ما بحكيك لأنه كمان مرة أنا بلشت حديثي في إنه إحنا كلنا مواطنين الحلول يجب أن تكون شاملة يعني لا يمكن أن تتحمل البلدية مخاسر المواطن في حين أنه الغرف التجارية مثلا ما بتتحمل كلهم حسب مسؤوليته البلديات قدمت مقترحات وحلول إحنا مدركين تماما أنه التجار تضرروا فكان في أحد المقترحات قدمناها كاتحاد تأجيل دفع الأقصاط هاي السنة للسنة القادمة بدون غرامات على سبيل المثال ولكن اللعفاء نعفي مين هل نعفي كل المواطنين هل البلدية عندها صلاحيتها في كل المواطن هل هي مسؤوليتها أصلا أنه تسامح المواطنين في الرسومة في قانون مثل ما أشار معالي الوزير طيب برأيك إذا مش مسؤولية البلدية مسؤولية من قد تكون مسؤولية الحكومة قد تكون مسؤوليتنا كأفراد طب هل الحكومة قادرة على حمل مثل هذا الحمل بتأكيد لا كلنا بنعرف بالوطن إنه إحنا عارفين أنه الظرف المالي الحكومة المتضرر الأكثر من خطوة الإرادة أنا مهندس صاحب مكتب في رمالة البيرة أهلاً وسهلاً الحقيقة أنا جاي يعني رقع فيني دقيقة ثقيقة ونصباً جاي أنا يعني عندي اعتراض كبير على معاملة قسم الهندسة في بلدية البيرة للمهندسين والمواطنين نعم الحقيقة إحنا في عنا أو ليش مشكلة التأخير يعني أنت بتقدم المعاملة أنا قدمت معاملة أبني لإبني هاي تتعطي معاي بتعطي معالي الوزير لما أطلع في شهر يعني قدمت المعاملة في شهر تسعة أجاني الرد في شهر 11 الشهرين بالضبط معاملة عن إيش كانت؟ أبني فوق البيت لإبني أنا بيتي الملك لله على دنمين ونص بالعادي حسب القانون قدش لازم تأخذ المعاملة وقت؟ هما بقولوا 21 يوم هم بقولوا لنا لازم تعطونا 21 ومع ذلك استمروا شهرين أجاني الرد بقول الرد معاي لقد قرر مجلس التنظيم والبناء تأجيل النظر في القضية هذا الجواب هاي معاي الليلة واردة أسباب في الرد؟ لا بس هيك إن تأجيل النظر في القضية هلا بعد شهرين اللي هو في شهر واحد أجاني الرد بطلبوا مني إيش غريب عجيب أنا بيتي على دنمين ونص أنا مبعد عني شارع 20 متر ونص السور اللي بني باب داري مبعد عني شارع 4 متر و20 سانتي السور اللي باب داري بطلبوا مني أحط أنا سياج اللي هي زي على المنارة اللي لما تمركي من تحته هذا لما تبكى فيه بنائية وبدك تمركي من تحته دمياني أحط حوالي 90 متر السياج اللي هي زينك ومتر ونص مرفه المايك إذا سمحت المايك نعم تمام؟ نعم هذه تحت عنوان التعقيد برأيك هذه الإجراءات الإدارية في بلدية البيرة مجحفة وهي القرارات لا تخدم المواطنين وأنت تطالب معالي الوزير بإعادة النظر بإعادة العمل أستاذ إحنا ما نقدر نحكي بكل مشكلة خاصة على جنب يعني إحنا منحكي بالمواضيع العامة بالإجمال معالي الوزير سيجيبك بعد قليل على هذا الملف شكرا جزيلا مداخلة أخيرة ومن ثم نعود للإستماع للإجابات تفضل أستاذ مرحبا طارق الشني عضو اتحاد المطوري العقاريين ومستثمر بدي أحكي من قطتين بس بشكل سريع أول إشي بدي أرد على مدير الاتحاد البلديات أنتوا رفعتوا نسبة النفايات بنسبة 800 بالمئة أنا صاحب مدرسة من 1500 شكل إلى 10500 شكل من 800 800 بالمئة أنا كنت أدفع 1500 شكل في السنة صارت 10500 مدارس ثانية 18000 المنشآت صناعية 17000 يعني هلأ يا إتحاد بلديات ويمعالي الوزير أنتوا بتحكوا أن القانون هذا بتعدل بأمر حكومة طب أنت كبلدية بترفع وبعدين والله بتضبها على الحكومة هي تنزل طب من أنا إيش رفعت؟ هذا واحد نقطة الثانية بشكل سريع بسأل معالي الوزير عنها أنه أنتوا هل يحق للوزارة بمحاسبة وإجراء عقوبات بحق بلديات أو موظفين بلديات بتخذوا إجراءات وقوانين هي مش موجودة بالقانون غير هيك إيش هي الإجراءات؟ يعني فيه قوانين مثل قانون لـ 2500 دولار انحطت من بلدية رمالله هذا شيء جير قانوني بالظبط للمستثمرين للمستثمرين نعم اتنين فيه كتير أشياء بنحط من البلدية منها تجاوزات بطلبهم من الناس إشي تعقيدات من دمنها اللي حكاها البش مهندس والمهندس خالد فارس اتنين بس بدي أحكي كيما نشغل هذا الحكي يسوى كتير مشاكل ما بين المواطنين وأعضاء البلدية وموظفين البلدية لدرجة أنه صار فيه بعض البلديات مثل بلديات البيرة عندها بادي جارد للمهندسة عباب مكتبها واحد ليش حطي بادي جارد مقابل إيش اتنين ممنوع تفوتي وتحكي مع المهندس مباشرة سبق وتقدمته للوزارة بشكوى بهذا الخصوص أنا تقدمت للوزارة بأكتر من مرة بأكتر من مشكلة وتقدمت لمعالي الوزير على مكتب وأنا فوتت مكتب وما لقيتش عنده بادي جارد نعم يعني بكل احترام ودت له 12 شكوى من 12 مهندس نعم من البلدية البيرة بالذات نعم نادر أبو عواد عضو مجلس بلدي عن بلدية بيرزيت عن بلدية بيرزيت أنا بدحكي نادر أبو عواد عن بلدية بيرزيت أنا بدحلت مشاركتي المزبوط نحكي مشكلة عامة عن المناطق الصناعية وتصنيف المناطق الصناعية يعني إحنا عنا في بلدية بيرزيت عنا منطقة صناعية وجنبها مباشرة على طول لحد بالحد الكطعة عنا جفنا منطقة ألف منطقة فلل نعم إحنا كبلدية منعطي منشآت مصانع تجارة صناعة والناس بتشتري على أساس مناطق صناعية فبصير فيه هون عندنا تداخل منطقة صناعية جب منطقة ألف فهان المشكلة اللي عندنا لازم يكون فيه هناك تنصيق بين الهيئات المحلية والمدن والكرة بتصنيف المناطق الصناعية أو بتصنيف المناطق تاني اشي لازم يكون فيه من قدرة الحكم محلي من الحكومة مستوى الرسم من البلديات يكون فيه خلق هناك مناطق جديدة مناطق صناعية متخصصة بعيدة تكون 300 400 دنم أو أكثر تكون متخصصة في المناطق الصناعية هاي تكون مهيئة هل تقصد بخلق مناطق صناعية خلق لازم ضرورة لانه حتى أنا بيرزيت بحكي عن بيرزيت يعني استخدام مناطق صناعية جديدة بعيدة عن وسط المدن شكرا إليك نعود معليك فيما يقص الرسوم المفروضي على الشقق في بديدة رحم الله هو من حق اللجنة المحلية حق اللجنة المحلية فرض رسوم تحسين على المباني وتفرض لمرة واحدة فقط لغير وهي حسب القانون تنشر بالجريد الرسمية وبعد نشرها بالجريد الرسمية من حق المواطنين اللي اعتراض عليها عشان لما المواطن يروح يشتري شقع يسأل التاجر ليش هيك سعر المتر هون غالي بقولك بلدية رام والله ما هي بتاخدها الآن يعني مع الاحترام انتو عم تعطوا ضو أخضر للمستثمرين انه يمصوا ضم المواطن مع الاحترام هو المطور والمستثمر ما بيدفعش من جيبته وبيعكسها مباشرة على المواطن تنتقل لملف آخر حضرتك الامانات صحيح اذا كان هناك فكر متجالس واذا كان هناك ثقافة بين المجتمع صحيح انه ممكن نشكل اماني بيتونيا رام الله البيري سردة ابو قش دورة يجب ان تكون هناك اماني ولكن الثقافة عنا ما بتسمح ما اذا ذكرت كلبة محافظة رام الله تزعل البيري واذا ذكرت محافظة البيري تزعل رام الله يعني ما نضحك على حالنا نكون صريحين مع انفسنا تجربتنا عاليا عندنا مشكلة صارنا شهرين او ثلاث شهور في مشكلة ما بين سردة وبين ابو قش طال بين الانفصال والرجوع الى مجالس قروية منطقة تطوير منطقة تطوير مهمة جدا وحيوية جدا والتوسع في شمال رام الله في هذه المنطقة ومع ذلك مشاكلنا اليومية مع الاهالي هي لعادة الفصل الى مجالس قروية هذه الثقافة السائدة في هذه الحكومة انا خلال وجودي كوزير الحكم المحلية العديد من الهيئات المحلية تم فك الدمج فيها لوصول المشاكل الى وصولها الى دم وبالتالي هذه الثقافة يغذيها الاحتلال نحن بحاجة الى اعادة رؤية شاملة تطوير تقبلها بهاي النقطة تحديدا ومن خلال اجابتك برجع لنفس النقطة اللي بدأت فيها برنامجي هو القوانين الناظمة التي تربط بين وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية لو هناك قوانين ناظمة واضحة وعمليات ادارية واضحة كان هاي المشاكل ما بتصير نقطة الكريمة نحن تحت احتلال نقطة المحلية بناء على شو؟ بناء على تكاليف الخدمة نعم تكاليف الخدمة بالنسبة للنفايات لرام الله والبيري هي عالية جدا عفوا بجرع النفايات بالرقم اللي بتدفعوا انت مقابل النفايات؟ نعم عشر تلاف وخمسمائة شيكل هي أجرة انه يجيوا يشيلوا الحاويات من باب المدرسة؟ وهناك بيوت في بعض المجالس القروية والبلديات خمساشر شيكل بالشهر عن المنزل أو عن السوبر ماركت يعني هذه الهيئة المحلية هي تدرس فكاليف الخدمة كمان هذه الرسوم لا يحق للوزارة التدخل فيها المزارة صادقت عليها أصلا بناء على تقديمها ودراستها بناء أنعيش حضرتك على تكلفة الخدمة طبيعة الدراسة اللي قمت فيها تكلفة الخدمة ننتقل لموضوع آخر بالنسبة لبلديات البيئة تجاوزات بعض البلديات وبعض الموظفين المتواجدين في هذه البلديات نحن لدينا عطوبات باتجاه الهيئات المحلية وليس لدينا على موظفي الهيئة المحلية نوجه اتجاه الهيئة المحلية إذا كان هناك مخالف من بعض الأشخاص أو نحوله إلى الفساد أو إلى النيابة إذا لم تتخذ فيه الهيئة المحلية أي إجراء ولكن دائما نراقب أداءها والهيئة المحلية هي من تحافظ من تراقب أداء وتعاقب وفق القانون والنظام المعبول به في الهيئة المحلية أما بنقصر عقوبات على الهيئة المحلية طبعا طبعا مصراتنا شكاوة على البلدية المذكورة وكل اللي يعني 50% من القاعدين بيعرفوا شو سبب المشاكل في بلدية البيري هو عدم تجالس المجلس البلدي هذا ناتج على انتخابات وناتج على تحالفات القوائم وبالتالي هاي هي نتاج العملية الديمقراطية هناك خلاف واضح في المجلس البلدي نحن في صراحة منذ حضارة والتسلام هذه قربت على سنتين ويوميا لدي مشكلة في بلدية البيري ولكن ليس من السهل ان تقوم باقالة او اقالة المجلس البلدي يعني من المعروف حضرتك اذا كان هو مجلس منتخب لا يحق للوزارة بالاقالة الا بشروع لكن هناك اوصيات معينة تستطيع للوزارة فرضها على البلدية تم مراسلات المراسلات بينه وبين بلدية البيري بشكل يوم واجتماعات ما بين المدرأ العامين في الوزارة اصحاب الاقتصاص هل يحق لأي موظف في اي بلدية كانت ان يضع باديغارد حارش شخصي امام مكتبه هذا من اقتصاص البلدية وليس من اقتصاص الوزارة نعم الامن داخل البلدية انت كوزير كيف ممكن ان تتعامل مع هذا الملف كوزير اتعامل بهذا الملف يعني يجب على المجلس البلدي ان يتخذ قرار حاسم اتجاه الموظفين وقالية على الموظفين شكرا جزيلا لك نتابع حضرتك في بقية الملفات التي اثارها اساد المواطنين المتوجدين معناه بالسوديو والمستثمرين تفضل بخصوص المناطق الصناعية اول في المدن الصناعية هي من اقتصاص حيش في المدن الصناعية وزارة الاقتصاص هنا سأعود للاخ تيسير اهلا وسهلا بك من جديد يعني في محافظة الخليل وفي مدينة الخليل تحديدا هناك نفس المشاكل التي استمعنا لها سواء في مدينة رمالله او البيراء والتي تتلخص في ارتفاع الضرائب وفرض ضريبة المعارف وضريبة الخدمات على منطقة دون الاخرى بمعنى ان هناك في شارع بالخليل ممكن يدفعوا 1500 شكل ضريبة وشارع اخر بعيد عنه 10 متر تقريبا ممكن يدفعوا 5000 شكل دينار اول شيء لماذا هذا الاختلاف؟ احنا اول شيء احنا يتحقق على المواطنين 14 مليون شكل يجمع منها نتيجة لظروف المدينة بين 9 ال 11 هذا كل عام في العام لا 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 كل عام في 2020 انخفضت المدخولات المدخولات الى تقريبا 30% نعم احنا الشقة بطلع رسوب النفاة 14 شكل في الشهر نعم 168 شكل في السنة نعم وهذا قليل جدا اقل اقل من نصف التكلفة اما في المواقع في المنشآت التجارية احنا في 2019 طول العام عملنا دراسة احصائية دقيقة ونفلنا منها امنا منها 40% وابقنا 60% كراسم يعني حسب تقديراتنا الكلفة تزيد عن ما نأخذه من المنشآت التجارية يجب ان تزاد عليها 40% على الاقل حتى تصبح قريبة من التكلفة قريبة وليست التكلفة هذا موضوع بالنسبة للرسوم المعارف فيه ما تغيرت ولا اشي بس انا بدأقول انه اللي بقوله انه على البلديات انها تخصم وتخصم احنا بعتقد في ظل كورونا اضاعفة الخدمات اللي بتقدمها البلدية كانت بالنفايات او بالتعقيم او بكل ما وضع على عاتق البلديات من خدمات ومواجهة كورونا حتى المستشفيات حتى الاماكن العامة حتى الوزارات المدارس كلها احنا اللي كمنا بتعقيمة وتقديم ما يلزمها لمواجهة جائعة كورونا دون ان نتقاضى اي شيء في هذا الموضوع لذلك لذلك انا بعتقد انه الاصل الاصل انه هذا الحمل ان نحمله معا البلديات والحكومة والمواطنين تمام اخ عبدو بداية يعني كل الظروف اللي مرق فيها شعب الفلسطيني بالاخص قطاع الاقتصادي والتجار مما يعني كلفهم خسائر فادحة وكثيرة انتم كغرف تجارية ماذا فعلتم لتكون حلقة الوصل بين التاجر الفلسطيني والبلديات طيب احنا باتحاد الغرف التجارية طبعا نقوم بكل الواجبات المطلوبة منها وهي الدفاع عن القطاع الخاص كل واحد يقول شغله بالنتيجة احنا بالقطاع الخاص نعتز بقطاعنا الخاص الفلسطيني برغم كل الالام اللي موجودة ولكن هو دائما موجود في كل الميادين انا بدي احكي بما يتعلق في الموضوع الحكومي وموضوع الموضوع الكورونا في كل العالم وينما كان اغلق ودفعوا للناس ودفعوا للمحلات وبذل اغلاق احنا بنطالب الحكومة ورفعنا كتاب للحكومة بنطالب باعفاء الناس عن الفترة اللي اغلقتها الحكومة بضغيبة الاملاك وعكس ذلك لازم يكون في مساهمة للحكومة انتبهنا احنا بنطالب اليوم الحكومة بتطالب الناس اعفاء المستأجرين والتعاون ما بين الناس يجب ان تكون الحكومة مبادرة في هذا الموضوع على البلدية مسؤولة منها وزارة الحكم المحلي بالنتيجة انا كمواطن بتشأس ميراث بالاخير انا بالنسبة للي اللي حق كمان زي ما بشوف كل دول اللي العالم تتعامل في هذا الموضوع انا بأدرك كقطاع خاص المشاكل المالية اللي عند الحكومة ولكن مطلوب تدخل واضح من الحكومة حتى يحس المواطن بتدخل حكومة في هذا الموضوع علاقة بداعادة تنظيم وإعادة هيكلة كل واحد له حقوق ولا هو واجبات بس انا بحكي لك قطاع خاص المشاكل هو المظلوم انا بحكي لك بكل امانة ومصدقية القطاع الفلسطيني القطاع الخاص الفلسطيني دائما احنا بنحط على القطاع الخاص الفلسطيني والقطاع الخاص الفلسطيني يعاني مما يعاني انا بدي حكي لك كمان شغل هلا بالخليل بيحكوا اقتصاد واقتصاد انا بحكي لهم اليوم الشركات اللي موجودة في محافظة الخليل اغلبهم من اصحاب الشركات مع العمال مع الكل بيشتغلوا عشان يظلوا وقفين هايجريهم يكملوا اليوم عندي مشكلة في مدخلات الانتاج عندي مشكلة في موضوع الاغلاقات عندي مجموعة من المشاكل الكبيرة ولكن اليوم انا البلدية جزء رئيسي والحكم المحلي في تدليل العقبات انا اليوم بعض المصانع في منطقة جمرورة بالخليل ومنطقة ترقومة صناعية في خلاف ما بين انه الترقيص في البلدية ولا في وزارة العكم المحلي سعر الكهربة بتلاقيه هون شكل وهون شكل يعني نعم حضرتك فالعديد من الاشكاليات الموجودة يعني ارجع اسمع من حضرتك حلول لكن كمان ورمنا نتجه للشارع الفلسطيني والتجار الفلسطينيين لنستمع وإياكم لمقترحاتهم قبل شوي اسمعنا منهم المشاكل وكيف يعانوا من قضية الدراء بلتفرضها المجالس البلدية والمحلية هلأ بنشوف مقترحاتهم كيف احنا بنساعدهم على حل هاي المشاكل تابعوا معنا يعني من طالبة بتخفيف الرسوم مع الشعب أو خصم 2020 أو خصم 50% من 2020 بس هذا ما حصل يعني احنا منتأمل من بلدية الخليل انهم يخفضوا الرسوم لانه فترة الكورونا كلها كانت الخليل مغلقة وانحنا مسكرين محلاتنا طبعا ومنتأمل من البلدية ومن الضرائب كلياتها بشكل عام يعني مش بس البلدية يعني ان شاء الله انه يسوي قصم للسنة اللي عدة ومنتأمل ان شاء الله من الجميع انه كحكومة وكبلدية انه يسوي لنا خصم على هاي الفترة انا بطول البلدية انه هل تلغي بدهاش تلغي تعمل مثلا انت بشو اشتغلت السنة تعمل انه خصومات اما ناعي بتقولي بده اخصوم لك 20% و10% عم مبلغ وعندك محل تاخذ شواء كلمة يسكر فترة سابقة وعندك يعني تسكيرات بش طبيعية كانت لازم البلدية تنظر في هذا الموضوع وتعفى وتعفى الناس يعني تخفف عن الناس لانه وضع الاقتصادي سيء ويعني لازم يشعروا مع الناس لانهم من الناس يعودونا مثلا الاجور يعودو للموظف مثلا يجو يسألوا عن الموظف مثلا يعودوه لما طلبنا شوف اول شيء اعفاء لسنة 2020 لانه احنا مراينا بأزمة كبيرة لأزمة الكورونا احنا من شهر ثلاثة لشهر اثناش وحنا واقفين فش عنا شغل ولا حصلنا عفات موزات المالية وحنا اجتمعنا مع مودي ضريبة نابس كمان عن موضوع ضريبة المضافة والداخل والداخل لانه تدفع عنده ضريبة كاملة ما فيه اي اعفاء من طالب احنا الحكومة بداية قبل البلدية انه الحكومة المالية اللي موجودة على الناس يعني من وراء العقارات وهي الشغلات انه السنة بلاها ومن طالب البلدية يا اما تخفيض الرسوم يا اما بإلغاها السنة يعني في النهاية هي تنزل وتطلع في الشارع ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء الانسان لا بنباع ولا بنشرع لكن الحياة بتعلموا انه يكون الانسان شوي فيه عنده عاطف ومحب للناس ارجعنا لكم مشاهدينا لنتابعوا اياكم هذه الحلقة الخاصة باداء المجالس البلدية ودور وزارة الحكم المحلي في ضبط عمل هذه المجالس ضيوف الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد اعود لحضرتك معالي الوزير في سؤال صغير ومن ثم سأتابع مع جمهوري الكريم قضية السيارات مواقف السيارات مواقف الدفع المسبق يعني شرطة رام الله بس قاعدة بتحل مشاكل بين الناس وبين الموظفين طبعين البلدية رام الله من خلال شركة طبعا ناظمة حاطتهم على الأساس يلموا هاي المصاري من الناس نحن يعني نحكى كتير بالموضوع بالإعلام وكلنا منعرف أنه هذا الموضوع مش قانوني وهاي يعني سياسة أمر واقع في الشارع الفلسطيني غير مسبوقة تفرض على المواطن أنه يدفع بطريقة ما مش قانونية ما دور وزارة الحكم المحلي يعني بدي أسألك سؤال هو أنت درست القانون وشفت ودى قانونية يعني أكتر من مرة نحكى بالإعلام وأكتر من مسؤول وأكتر من محامي طلع حكى أنه هذا الموضوع مش قانوني وأنا لما بقعد في برنامجي وقبال كاميرتي وبحكي كلمة بكون وفقة منها تماما حضر هذا النظام تم إقراره من وزارة الحكم المحلي وتم نشرف الجريد الرسمية هناك بعض المواطنين اعترضوا على هذا النظام ورفعوا قضايا إلى العدل العديا وكلها ردت نعم كلها ردت رفعوا على نقطة واحدة من النظام هو النظام هو لتخفيف الحركة المرورية ولزيادة تنظيم حركة السير إيجاد مكان بتقدر تصفي في سيارتك وتنزل السوقي صح مقابل أجر ولكنه بحل إشكالية هي كانت النقطة الوحيدة التي رفع عليها قضايا هي طريقة وضع الكلفشات على عجل السيارة هذه ومع ذلك ردتها المحكمة محكمة العدل العليا إلى محكمة الصلح وما زالت القضية منظورة في القضاء نعم فهو نظام يسر حركة السيارات ويرضمها يعني انت شايف حركة السير ويرضمها صحيح أنه ممكن يشكل إيجاد على المواطن ولكن برضو على الهيئة المحلية على البلديات أن توفر مواقف سيارات نحن طالبنا مراراً الهيئة المحلية مواقف سيارات أقل موقف سيارات في مدينة رمالة 15 شكل يعني في نابلس يمكن 7 شكل 10 شكل في تول كرم 5 شكل باختلف من مكان ل مكان بتوفر البلديات مواقف سيارات لكن تفرض على المواطنين كمان رسوم لمواقف السيارات لما نحكي تيجي الهيئة المحلية وتقول بدي مواقف سيارات العمار السكنية بإعداد كذا وكذا ولا توفرها ما ترخص المفروض أن لا يكون هناك بدات أنت كبلدية إذا لم يتطابق عدد مواقف السيارات مع هو مطلوب ما ترخص يعني هل ترجع إلى الهيئة المحلية برضو وجهة مظهر نعم حضرتك طيب أعود لضيوفي الكرام مرة أخرى لاستماع المزيد من المداخلات اسمك رئيس بلدية بتونيا أهلاً وسعلاً يعني أولاً إحنا كبلديات وكحكومة وكمواطنين إحنا مش ثلاثة أطراف إحنا طرف واحد كلنا نعمل في منظومة معينة وبحكمنا القانون يعني ما في أي عمل وما في أي رسوم ما في أي قرات بعيد عن القوانين وما في حدا مننا من ابتداء من الوزياء أو رئيس الحكومة لغاية أصغر مواطن فوق القانون الكل معرض للمسائلة لكن من الذي يسأل من يعني المواطن الذي يتعرض إجحاف واضح مثل ما بذلكوا الإخوان وأنا يعني للأسف أني بسمع إيجزيك من حقه يتوجه للقضاء أولاً برأس البلدية ثانياً بتوجه للحكم المحلي ثالثاً للقضاء إذا هو شعار بالقانون المهدس محمد عبدين غرفة صناعة تجارة رمالله إحنا التوجه الأسئلة اللي كانت كلها موجهة متوجهة لموضوع البناء وترخيص البناء متوجهنا لأي اتجاه للتكاليف والإشحاف في مواضيع النفايات اللي أشار إلها الأخطارة إحنا سمعنا أنه في نفايات ارتفعت بس ما سمعنا حلول لهذه النفايات بنقلها وتكاليف نقلها هي تكاليف عالية على المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية فما هي الحلول ومدام نحن تحت القانون في البلديات ولهم الصلاحيات أنهم يحدثوا في قوانينهم يوجد حلول في موضوع النفايات ليش يكون في نقل من رمالله لاجنين أو يكون في مناطق أخرى موضوع الآخر هو موضوع الترخيص وقالية الترخيص للمنشآت الصناعية والتجارية لماذا لا يكون هناك برنامج نافذة واحدة ووحدة بين الدفاع المدني وكل الجهات المسؤولة عن عملية الترخيص والروسية يا جماعة عشان نقدر نسمع الإجابات نختصر الأسئلة إذا سمحتوا تفضل بس بدي أرد على برايب الثانية أنه شكله القانون والمخالفات تحت القانون شكله في بلدية بيتونيا في بلدية البيري مش موجودة بدي أرد للمعالي الوزير أنه أنت بتحكي أنه بلدية البيري في كتير عندها مثلا فقط أنه كل يوم بوصلك مشاكل إليها إليك سنتين طب شو سويت معهم واحد هو يقول أنه هذا مجلس منتخب وهو كصلاحيات وكوزير أو كوزارة لا يستطيع مع احترامي هذا كان بدايتها بس حاليا المشاكل كلها في قسم الهندسة وكل المواطنين بيعرفها الحكي بدنا رد من الوزارة وين شو بسووا شو موضوعهم اتنين أهم من هذا الحكي أنه أنا معلش مع احترامي إليك مع الوزير أنا خربشت مع كلامك يعني فيه تناقض كتير مرة قلت لنا احتلال ومرة كورونا مرة قانون بقصة الـ 2500 دولار وأنا على علم كتير باتحاد المطورين أنه أنت خطابة بلدية رامالله بأكثر من الخطاب أنه وقف القانون شكرا جزيلا لك أستاذ تفضل هون الله يمسيكم بالخير للجميع سؤالي إلى معالي الوزير أنا صاحب قاعد أفراح في مدينة البيرة نعم إحنا مغلقين إلنا سنة كاملة توجهنا في كتب رسمية للحكم المحلي البلديات رئيس الوزراء وزير المالية رده علينا رئيس الوزراء رد علينا بتكتاب حول الكتاب لوزير المالية رجعنا وزير المالية قالنا أن حولنا للأملاك لأخUna محمود نوفل رجعنا أخUna محمود نوفل قال هذا قرار رئاسة وزراء وما بغدر أصرف ولا بمالين واحد منه فإحنا لما سكرنا الالقاعات بناءً على توجيهات الحكومة وقرارات الحكومة والتزمنا في القرارات الموجودة فإحنا مغلقين لحد الآن فإذا إحنا لمن بدنا نتوجه بدنا نجد عام بدنا ترحيل المصارح لأننا إحنا مغلقين بأمر وملتزمين في الأمر طلب متواضع ما عليك نعم شكرا جزيلا لك معلش باقي عندي مدخلتين إذا سمحت حضرتك تفضل إذا سمحت دقيقة دقيقة فقط السلام عليكم أنا اسمي أشرف حمد طبعا مواطن في مدينة البيرة إحنا سوينا حراك السنة الماضية بخصوص ضريبة النفايات نظام المكاره الصحية اللي نزل طبعا اتفجأت زي باقي كل المواطنين في البلد هنا إنه بداية السنة الماضية رحنا ندفع الضريبة المعتادين ندفعها اتفجأنا إنها زادت بنسبة كبيرة ما كان فيه إشعار ولا إعلان ولا تنبيه للناس في الموضوع اللي بيدفع ثلاث تلاف صار يدفع ثلاثين ألف بعد مراجعة البلدية في الموضوع صار ينزل من ثلاثين لخمسطعش طب إذا هذه النظام بنية على أسس علمية ومدروسة تمام كيف تنزل من ثلاثين ألف اللي درستها وجهزتها تنزل لخمسطعش بس في جلسة واحدة ونقاش واحد وإيش القانون اللي بيسمح بارتفاع ضريبة بمرة واحدة بهذه الطريقة لا أعتقد أن هناك أي قانون يسمح بذلك تمام هاي شغل الشغل الثانية القانون النظام المكاره بطلب من الوزارات إنها تدفع ضريبة نفايات هل الوزارات تدفع ضريبة نفايات هل الهيئات الحكومية تدفع ضريبة نفايات شكرا جزيلا لكم أعود لمعالي الوزير تفضل يعني حلول للنفايات يعني شغلنا الشغل في وزارة الحكم المحلي إذا سمحتوا خلينا نسمع للإجابات ما عليك ضايل معنا خمس دقائق فقط تفضل سريعا حلول النفايات هو شغل الشاغل لوزارة الحكومة المحلة أنا منذ قدومي هي قضية النفايات قضية النفايات وقضية المكبات والمكبات العشوائية ومصادرة السيارات من قبل قوات الاحتلال للكب في مكبات عشوائية ظهرة الفنجان ومظاهرات الناس ضد هذا المكب مكب المينيو وكبكر هبيئي الحمد لله خلال العام استطعنا أن نطرح عطاء دولي وهو حاليا في مرحلة التقييم لحرق النفايات بطريقة آمنة وتوليد الطاقة الكهربائية وإن شاء الله سنوقع العقد قريبا في حال انتهاء عمل التقييم لظهرة الفنجان فيما يخص رامون رامون الاحتلال الإسرائيلي يمنعنا منذ عشر سنوات وللأسف من قام برفع القضية على إغلاق هذا المكب وعدم مقابته هو مواطنين فلسطينيين للأسف بالإضافة إلى المستوطنين بالإضافة إلى المستوطنين تشارك المستوطنين مع المعاطنين رفع قضايا على الحكومة من أجل وقف هذا المكب قاعة الأفراح قاعة الأفراح يعني فعلا قاعة الأفراح هي بقرار حكومي تم إيقافها كان في جلسة أمس تم إضافتها على اللجنة الوزارية المتخصصة بالقطاع السياحي وتم إضافتها إلى القطاع السياحي هناك قطاعات اقتصاطية تضررت أكثر من غيرها القطاع السياحي تضرر بشكل كبير جدا وضمة قاعة الأفراح استضمنا في القانون ضريبة الأملاك فيما يقول ضريبة الأملاك استضمنا بالقانون واتفقنا هذا يوم أمس تم إعطاء إعفاءات كثيرة وحوافز كثيرة والإعفاءات هي تضمن صلاة الأفراح هي الأهم لديها هو ضريبة الأملاك لأنها لم يشتغلت ضريبة الأملاك ضريبة الأملاك هي من اقتصاص الهيات المحلية وليس من اقتصاص مجلس الوزراء وبالتالي إما أن يكون هناك تعديل في القانون لكن يستطيع مجلس الوزراء ووزارة الحكومة المحلية أو بمرسوم رئاسي بمرسوم رئاسي ممكن نعمل في الحكومة على ذلك من خلال اللجنة الوزارية الهيات الحكومية وبلدية الصحيح هناك بعض الهيات المحلية للأسف لا تجبه من المؤسسات الحكومية ورسوم النفايات على سبيل المثال جينين قدمت في نظامها إعفاء طلبت من جينين واليوم قبل ساعة أو قبل ما حضرت هنا بربع ساعة وقعت على إعادة دفع النفايات لكل المراكز الحكومية ومراكز المسؤولية والمبالي الحكومية لصالح الهيات المحلية ورسوم النفايات وأنا شخصيا اكتشفت أن بلدية البيري على مدار 12 عاما لم تقدم طلب لبنى الوزارة لدفعها ودفعتها قبل حوالي شهر دفعت كامل المستحقات من سنة 2008 بالغاية الآن حضرتك بعد إذنك بدي أعود للأستاذ عبدو إدريس أبرز القرارات الواجب اتخاذها الآن لتستطيع المجالس المحلية والمجالس القروية الإكمال بعملها بما يرضي المواطنين أول شيء المطلوب اليوم بالقانون القادم تعديلاته أنه زي ما حكينا في البداية موضوع المجالس المحلية جاءت تنظيم الموضوع المجالس داخل المجلس موضوع رئيس المجلس وموضوع التناوب هذا الموضوع لا يجوز ولا بأي وسيلة كانت يجب أن تكون الحكومة أن تأخذ إجراءها معاني الوزير من خلالك نوجه الرسالة موضوع كلنا بالنتيجة مواطنين وننتفع البلديات لإلنا بالنتيجة والحكومة لإلنا ولكن مطلوب اليوم نحط وحدات قياس لأي عمل كان حكومي في البلديات أول ما كان نحن نحكي كثير نحن كمواطنين كقطاع خاص بنسمع كثير بس أليات التنفيذ لا في رقابة اللي بنحكيه اليوم نحكيه السنة الجاي واللي بعده اليوم عنا مشاكل كبيرة يا إخوان أزمات المرور اللي في المدن هذا موضوع خطير جدا نحن اليوم ما بدنا نظل انتفنا حابة أسمع من حضرتك أبلز القرارات وواجب اتخاذها لدعم الاقتصاد الفلسطيني ودعم المواطن الفلسطيني الأمور اللي على المحاك المحاك أول شي تحديد المناطق الصناعية وأخذ القرار المناسب بالوقت المناسب لأنه المتاح اليوم مش متاح بكرة بكرة البناء يتداخل مع المناطق الصناعية وهو الأخطر موضوع مدخلات الانتاج الكهرباء وغير ذلك مطلوب من البلديات كمان تراعي موضوع الصناعة بالذات لأنه اليوم أي مقاومات أي بلد صناعة مطلوب اليوم بالقرارات يطلعوا أنه إعفاء الناس عن فترات الإغلاق من الحكومة تتحمل الحكومة ما بحكي مجالس البلدية بالنتيجة لأنه من أغلق الناس يحمل على الأقل نحن نطالب زي دول العالم أنهم يعطوا فلوس للناس على الأقل اللي بدك تاخدوا عفيني منه يسيب حضرتك بصفتك رئيس بلدية ويعني بلدية الخليل تحديدا إلى أي مدى القرارات تراعي الهامش الإنساني في البلدية أولاً إحنا في كل البلديات أعتقد مثل بلدية الخليل فيه هناك لجنة اجتماعية تدرس وتكشف وتقرر إعفاء للمواضنين بتقدم لهم إعفاء جزء من الكهرباء والمية 100 كيلو كهرباء 5 أو 8 كوب مية للأسر المحتاجة بعد البحث طبعاً إحنا الإشكالية اللي بتعيشها البلديات حقيقةً إنه كثير من الناس إنه يحتاج إلى تطوير الخدمة وتحسين الخدمة أنا على سبيل المثال الصرف الصحي بدفع دينارين على المتل المربع مرة في العمر في كل الكون بدفع مقابل قديش بياخد مي لكن عنا إحنا بدفع وبلقاء كثيرة وبحاول الترب منها بكل الطرق إحنا مشكلتنا بدنا أحسن خدمة دون أن ندفع اليوم الإسرائيليين بمنعوك تشتغل في مناطق سية نعم وتحط منطقة صناعية في منطقة سية طب الحرف الموجودة إحنا عملنا مع الغرف التجارية عملنا اتفاقية إنه نعمل منطقة حرفية حتى نطلع بعض الحرف ونجمعها في منطقة وحدة لكن كمان هذه في منطقة سية بدها شغل بدها جهد كبير نعم وبدها يعني كان الله بعونكم يعطيكم ألف حافية أختي سير أبو سنيني نائب رئيس اتحاد البلديات ورئيس بلدية الخليل شكرا جميعا لك عبدو أدريس رئيس غرفة تجارة وصناعات الخليل شكرا لك معالي الوزير مهندس مجدئ الصالح وزير الحكم المحلي شكرا جزيلا لك حضور الكريم بتشكر حضوركم وبشكركم على مداخلاتكم وإن شاء الله أنه كافة الاستفسارات إذا تم إعادة النظر فيها من قبل وزارة الحكم المحلي ومن قبل المجالس البلدية مشاهدين الكرام الأسبوع القادم حلقة جديدة من الملف التجاري وملف آخر انتظروني اشتركوا في القناة